اشتركوا في القناة 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 قول فداعة الله مع السلامة مع 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 العالمية من تعم الرقم سبعة اللي هي العالمية العالمية لشهاب بن حمد بن راشد المالكي حصلت على المركز الأول الشلفة حصلت على المركز الثاني مع الراشد بن هادي بن فرهود الهاجري من دولة قطر سلامي للأشقاء إلى المركز الثاني مع المضمر سعود بن سالم السناني أعذرهم كان قصر والسموحة ما تكن فيها الحروف على الجديد اسمه سلطان البلاد اللي تسامه نظف الترحيب ويفوح الخزامه للطيوف بدينة رجال النشامه نرهم ماضية لزمان حيه ذي يزم بن هيثمه شهم السنافي في مدي حهمة تكفينا القوافي دعمه الأهل الهجم ما هو قوخ خافي الكريم اللي مواقفه سخية من وصل حمراء تروح بكل حزة يبشر بكم المروح والمعزة شبلهم له بركن بتحيير السحوان موسيقى نعلن نتيجة شوط الحقائق أهل النغدي والتي حصلت على المركز العاشر والتي فزعت أحمل رقم هدعش لحمدان بن هلال بن سالم المعمري من ولاية لواء تهانينو والناموس إلى هالي لواء أما المركز التاسع وكانت تحمل رقم 17 الشبلة لحمدان بن هزاع بن راشد المعمري من ولاية صحم تهانينو والناموس أما المركز الثامن وكانت تواجد من تحمل رقم 15 مياسة الحميد بن عبدالله بن محمد الحوسني من ولاية الخابورة تهانينو والناموس إلى أهالي ولاية الخابورة أما المركز السابع وتحمل رقم 10 مغثة لراشد بن سعيد بن صالح الحرسوسي من الغبرة الجنوبية تهانينو والناموس إلى أهالي الغبرة الجنوبية أما المركز السادس وهناك تحمل رقم 16 شواهين لسلطان بن مبارك بن شين البادي من ولاية ينقل تهانينو والناموس أما المركز الخامس وكانت تحمل رقم 5 منصورة لمكتوم بن فهد بن حمدان العلوي من ولاية ينقل أما المركز الرابع وكانت تحمل رقم 7 صوغة لعبدالله بن راشد السنيدي من الكامل والوافي المركز الثالث ذهب مع مع من تحمل رقم 12 روز ياصر بن علي بالذيفان الحرسوسي تهانينو والناموس إلى مالك روز ونالمره الثانية على التوالي اليوم في المثلث الدالي والمركز الثالث ياصر تهانينو والناموس لمن يحمل لمن يحمل رقم 1 والثمينتاش السلام حير طاير بين هالي الامارات وهالي محوت محوت ولا الامارات انجوم وتغشه رقمها واحد ودغشه رقمها ثمينتاش الله الله يا السلام السلام ويغادر مع 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 نزوم دولة الامارات العربية المتحدة تانينه النموس الى عامر بن سعيد العبد المنصوري من دولة الامارات العربية المتحدة اما المركز الثاني وكانت تحمل رقم 12 ادغشال احمد بغدير الحكماني في شبتها الامطية اما ناجمها الذلاء يلدوروها لمزاير بالمحافل حضروها لنمى اللجنة بفخر يرشحوها دون شك ودون فحصل بطرية راهية من فوقها حتى جاحتها كنا راعيها بيدينا ناحتها كم طية خالية سعروا محتها كم عزبجاتها مثل البلية حاميه والطيبة في ميدان طبعا مهرجان حمر الدروعة غني على التعريف ولكن كيف كانت السمع وكيف رأيته وايضا حدثنا عن سلالة نجوم الله يطول عماركم أول شيء والشكر لله ثم للمنظمين في هذا اللجان والمهرجان من الأول نحن سمعته طيبة وما ينال له سمعته طيبة وزينة وما قصروا للجان عطوا كل شيء حقه ومشكورين علي هذا الشيء والتنظيم يشكرون كذلك وسلالة البكر أبوها مياس بالعبد بعيري وتوافق من رب العالمين نجازاتها مشاركة في الإمارات الحمد لله لها نجازات واليوم هو الاشتراك في حمر الدروعة وهذا بحد ذاتها ناموس غير ناموسها إيضا الله وإيه كنت منها لك ناموس دائما شكرا يا عم بسم السلطان البلاد اللي تسامة نرضى في الترحيب ويفوح الخزامة للضيوف بديرة الجال النشامة نرى هم ماضية لزمان حية ذي يزم من هيثم الشهم السنافي في مدي حهمتك كفين القوافي دعمه الأهل الهجم ما هو بخافي الكريم اللي مواقفة سخية من وصل حمر الدروعة بكل حزة يمشي نقوم المروح والمعزة شبلهم لحبير كنبي تحيير السحوان إذنه من سنين أولية الدلال تفوح في ليل ونهاري من ديار جودها بالدم جاري نراهم شبت وشبت شاط ناري ما يطف شبتها إلا مطي المركز العاشر بقرار لقنة التحكيم حامل الرقم 11 النايف راشد بن سالم بن راشد المزروعي من ولاية لواء المبروك والمركز التاسع غادر إلى دولة الإمارات الدبلوماسي عامر بن سعيد بالعبد المنصوري من دولة الإمارات بالرقم 2 الثامن حامل الرقم 4 سمحان أحمد بن حافظ بن جمع الحكماني من الكامل والوافي المركز السابع المركز السابع طار الشر بالرقم 3 خالد بن سعيد بن خالد بن سلطان الدرعي القابري من ولاية صحار المركز السادس والسادس اختار حامل الرقم 6 مياس سالب بن عبدالله بن محمد المعمري من لبريمي حيوه المركز الخامس والخامس اختار حامل الرقم 9 عين خير نمر بن خالد بن سلطان الدرعي القابري من صحار حيوه المركز الرابع والرابع مياس صور بالرقم 1 خالد بن خليف العريمي ألف مبروك من صور المركز الثالث واحد اضلاع المثلث الذهبي ومن توجة بالوشاحة البرونزي في هذا الشوق ألف مبروك لمالك مياس الخليق الزبير بن ماجد السعيدي من ولاية صحن بالرقم 15 نقول ألف مبروك لمالك المركز الاول والناموس لمن؟ الناموس مبهر من دولة الامارات ألف مبروك محمد بن عبيد بن محمد المزروعي من دولة الامارات توجة بالمركز الاول وبوشاح المركز الاول وبناموس المركز الاول هذا الفوز عبر الحدود إلى دولة الامارات ألف مبروك للفايز بالمركز الاول المركز الثاني وصل فيه من ولاية لواء الفاتن خميس بن حمد بن خميس المعمري من لواء ألف المبروك للفايزين موسيقى 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 أعذرهم كان قصر والسموحة ما تكافيها الحروف فالأم جديا اسم سلطان البلاد اللي تسامى نرضى في الترحيب ويفوحى الخزامة للطيوف بدينة إرجال النشامة نرهم مماضية لازمان حيا على هامش مهرجان حمر الدروع للإبل والمووث الشعبي تنطلق في هذا المساء فعاليات ركض العرضة وها هي أمامنا في هذه اللحظات مجموعة من الهجن وعلى ظهورها الهجانة الذين يرددون أيضا الهازيج الجميلة والأغاني وهمبل البوش إذن هذا هو التراث العماني الأصيل الذي توارثه الأبناء عن الأجداد وهكذا هي المسيرة مستمرة عندك الله غلمنا وعيد والعزمنا عشرة الندم ارتيب لنا في نار الوقد و東西 يوقعين هذا هو التراث المiad والعجم لا رجال ندم ارتبنا في در الوقت للوقت عادة ندم عدد الله هنفنا البعيد والعجم لا رجال ندم ارتبنا في در الوقت بسمى سلطان البلاد اللي تشامع نرضى في الترحيب ويفوح الخزامع للضيوف بدينة الرجال نشامع نرهم ماضية لزمان حيا ذي يزم من هيثمة شهم السنافي في مدي حهمتك كفنا القوافي دعمه الأهل الهجم ما هو بخافي الكريم اللي مواقفة سخية من وصل حمر الدروع بكل حزة يمشركم المروح والمعزة شبلهم لحبير كنبي تحيير السهوان نظرنا من سنين وليا الدلال تفوح في ليل ونهاري من ديار جودها بالدم جاري نراهم شبت وشبت شاط ناري ما يطف شابتها إلا مطي من ناجمها الذلاء يدوروها لمزاين بالمحافل حضروها لنمع اللجنة بفخر يرشحوها دون شك ودون فحص البطارية راهية من فوقها حتى تحتها كنا راعيها بيدينا نحتها كم وطية غالية سعر ومحتها كم عز بجتها مثل البلية حامية والطيبة في ميدانة حامي من قبل لتصف بالصفة لامامي سعفروها بصفة هاني أو بشامي صفو وراء عياهم يشهدني القلوب ترف وراء ترفت والله إن أهل الهجين كفت ووفت يا بيت اللي خلت العالم تلفت تهل في الترشيح من هذي وذيها كل عام يجدت الشاعر طموحة نوي الحمر الدرو عيسو قبوحة أعذروا هنكاني قصر والسموحة ما تكافيها الحروف على الجدية اسمى سلطان البلاد اللي تسامى نرضى في الترحيب ويفوحة الخزامة للضيوف بدينة رجال النشامة نرهم ماضية لزمانة نرهم ماضية لزمانة نرهم ماضية لزمانة نرضى في الترحيب ويثيها الحروف على الجدية نرضى في الترحيب ويثيها الحروف على الجدية وعدك الله غلمنا البعيد واسلمين كفر أسد الأسود أسد الأسود سنعاد ويسهد كعمو ضد أهل السيف أهل الضيف أهل القنع أهل الناموس صفر ما يبوس شرار الحرب إجعان الضر وحلاظ الكبول وبالدهر الرسول أهل الأسود والألف ألفت الأمثال واثنت مدحي للرجال واجهم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة